قياسها مئة ميلي لتر مملوء عن آخرها سوف نقوم بإفراغها في كأس واحد ديسي لتر وسوف نرى إذن نلاحظ أن محتوى هذه القنينة الذي يساوي مئة ميلي لتر يساوي أيضا واحد ديسي لتر إذن واحد لتر يساوي عشر ديسي لتر إذن هنا سوف تكون لدينا خانة الديسي لتر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس من دروس المستوى الثالث قياس الساعة الأهداف أولا تعرف العلاقات بين وحدات قياس الساعة اللتر وأجزاؤه ثانيا مقارنة وإجراء تحويلات على وحدات قياس الساعة وتوظيفها لحل وضعية مسألة فلنبدأ على بركة الله بتقويم تشخيصي يتم أثناءه تذكير متعلمين ببعض القياسات التي تعرفوا عليها كقياس الأطوال قياس الزمن قياس الكتل وأيضا قياس الساعة إذن ماذا نعني بالساعة؟ الساعة هي كمية السائل الكافية أو اللازمة لما الإناء معين هذا السائل يمكن أن يكون زيت، حليب، ماء، عصر، والإناء يمكن أن يكون على شكل قارورة، كأس، ملعقة، سطل، برميل، وهكذا وكمثال، لدينا هنا وعاء سعته خمسة لتر، يعني أنه يسع لملئه خمسة لتر من الماء والوحدة الأساسية لقياس الساعة هي اللتر، وننزلها ببتتال إذن فما هي باقي وحدات قياس الساعة؟ وما هي العلاقة فيما بينها؟ وكيف يتم إجراء تحويلات عليها ومقارنتها وتوظيفها أيضا لحل وضعية مسألة؟ هذا ما سوف نرى في هذا الدرس فلنبدأ على بركة الله ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها وحدات قياس الساعة والعلاقات فيما بينها ألاحظوا الأوعية التالية، ثم أحدد أولا سعة كل وعاء، ثانيا أحدد وحدات قياس الساعة، ثالثا ما هي العلاقات بين وحدات قياس الساعة وأرتبها في جدول إذن نبدأ بتحديد سعة كل وعاء، لدينا هذا الوعاء سعته خمسة لتر، الوعاء الثاني سعته واحد لتر هذا الوعاء سعته مئتان ميلي لتر، هذا الوعاء سعته مئة ميلي لتر، هذا الوعاء سعته عشرة ميلي لتر، هذا الكأس سعته واحد ديسي لتر، وهناك كأس آخر معروف عندنا بكأس العنبة، سعته اثنان ديسي لتر، هذه الملعقة سعتها واحد سنتي لتر، وقارورة ساعتها خمسون سنتي لتر سؤال تاني سوف نحدد من خلال السؤال الأول وحدات قياس الساعة إذا لدينا هنا سنتي لتر سنتي لتر لدينا هنا لتر لتر لدينا هنا الميلي لتر الميلي لتر الميلي لتر ولدينا هنا الديسي لتر الثالث ما هي العلاقات بين وحدات قياس الساعة الآن سوف نتعرف العلاقة بين السنتي لتر والليتر سوف نفرغ محتوى قنينة ساعتها خمسون سنتي لتر بقنينة ساعتها واحد لتر إذا أفرغنا خمسون سنتي لتر الأولى الآن سوف نفرغ خمسون سنتي لتر للمرة الثانية إذا نلاحظ أن القنينة واحد لتر تحتوي على مرتين محتوى قنينة خمسون سنتي لتر بالتالي العلاقة بين اللتر والسنتي لتر هي أن واحد لتر تساوي مرتين خمسون سنتي لتر يعني أنها تساوي مئة سنتي لتر إذا واحد لتر تساوي مئة سنتي لتر تحرف العلاقة بين اللتر والديسي لتر إذا نحاول أن نفرغ محتوى القنينة في كأس ساعته واحد ديسي لتر للمرة الأولى إذا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة يعني عشرة في واحد تساوي عشرة ديسي لتر وأيضا يمكننا التأكد من العلاقة بين اللتر والديسي لتر وذلك بإفراغ محتوى قنينة واحد لتر في كأس ساعته اثنان ديسي لتر فنجد كم من مرة يمكن ملء هذا الكأس بهذا المحتوى ثلاثة 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 ديسي لتر واحد لتر تساوي خمس مرات اثنان ديسي لتر خمسة في اثنان تساوي عشرة ديسي لتر بالتالي واحد لتر تساوي عشرة ديسي لتر الآن سوف نتعرف العلاقة بين الديسي لتر والسنتي لتر إذن سوف نحاول أن نرى محتوى واحد ديسي لتر كان فيه من مرة واحد سنتي لتر ملعقة ساعتها واحد سنتي لتر إذن نفرغ هذا الكأس كي يعطينا نصف هذا الكأس يعني واحد ديسي لتر ونقوم بالعد إذن واحد سنتي لتر الأولى اثنان سنتي لتر ثلاثة سنتي لتر أربعة سنتي لتر خمسة سنتي لتر ستة سنتي لتر سبعة سنتي لتر ثمانية سنتي لتر تسعة سنتي لتر عشرة سنتي لتر إذن واحد ديسي لتر يساوي عشر مرات واحد سنتي لتر وبالتالي واحد ديسي لتر يساوي عشر مرات واحد سنتي لتر أي تساوي عشرة سنتي لتر إذن واحد ديسي لتر يساوي عشرة سنتي لتر الآن سوف نتعرف العلاقة بين الميلي لتر والديسي لتر إذن هنا لدينا وعاء أو قنينة قياسها مئة ميلي لتر مملوءة عن آخرها سوف نقوم بإفراغها في كأس واحد ديسي لتر وسوف نرى إذن نلاحظ أن محتوى هذه القنينة التي يساوي مئة ميلي لتر يساوي أيضا واحد ديسي لتر إذن واحد ديسي لتر يساوي مرة واحدة مئة ميلي لتر يعني أنه يساوي مئة ميلي لتر بقي لنا أن نعرف مقدار واحد ميلي لتر إذن لدينا هذه القنينة كما قلنا سابقا سعتها هي عشرة ميلي لتر إذن واحد ميلي لتر تقريبا هو هذا القياس الموجود داخل هذه القطارة تقريبا عشر قطارات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تقريبا عشر قطارات ومن هنا نستنتج العلاقة بين اللتر والميلي لتر كما نعلم أن واحد لتر يساوي عشر مرات واحد ديسي لتر يعني أنه يساوي عشر مرات ديسي لتر يساوي مئة ميلي لتر في مئة ميلي لتر وعشرة في مئة يساوي ألف ميلي لتر إذن واحد لتر يساوي ألف ميلي لتر ومن هنا يظهر لنا أن اللتر هو يعتبر أكبر وحدة قياس إذن واحد لتر يساوي عشرة ديسي لتر إذن هنا ستكون لدينا خانة الديسي لتر يساوي أيضا مئة سنتي لتر إذن هذه الخانة هي خانة السنتي لتر وواحد لتر يساوي ألف ميلي لتر إذن هذه الخانة ستكون خانة الميلي لتر وهذا الجدول هو جدول التحويلات بحيث اللتر يعتبر الوحدة الأساسية لقياس الساعة وأجزاؤه هي الديسي لتر والسنتي لتر والميلي لتر بحيث واحد لتر يساوي عشر مرات ديسي لتر يساوي مئة مرة سنتي لتر ويساوي ألف مرة ميلي لتر وهذا يعني أنه للتحويل من اللتر إلى الديسي لتر نضرب في عشرة وللتحويل من اللتر إلى السنتي لتر نضرب في مئة وللتحويل من اللتر إلى الميلي لتر نضرب في ألف نمر للوضعية الثانية والتي سوف نقوم فيها بمقارنة وإجراء التحويلات على وحدات قياس الساعة وتوظيفها لحل وضعية مسألة نفرغ محتوى الآواني ثلاثة التالية في قارورة ساعتها واحد لتر هل امتلأت القارورة؟ إذن لدينا الآنية عبارة عن كأس ساعتها اثنان ديسي لتر وقنينة ساعتها مئة ميلي لتر وقارورة ساعتها خمسون سنتي لتر سوف نقوم بإفراغ محتوى هذه الآواني في قنينة أو قارورة ساعتها واحد لتر قبل الإجابة عن السؤال دعونا أولا نقوم بالترتيب ساعة الآواني التالية من الأكبر إلى الأصغر ولدينا طريقتين طريقة الأولى نقوم بالترتيب نظريا بالعين مجرد إذن كما يظهر لنا أن أكبر ساعة لدينا هنا هي واحد لتر تاليها خمسون سنتي لتر تاليها اثنان ديسي لتر ثم في الأخير مئة ميلي لتر والطريقة الثانية سوف نستعمل فيها جدول التحويلات فنحول كل هذه الساعات إلى أصغر وحدة إذا لدينا واحد لتر نحولها إلى الميلي لتر وذلك بضرب واحد في ألف أو نضع رقم الوحدات في خانة اللتر ونثمن بالأصفر إلى حدود خانة الميلي لتر فنجد ألف ميلي لتر ونضع مئة ميلي لتر في الجدول بحيث رقم الوحدات يكون في خانة الميلي لتر خمسون سنتي لتر نضعها أيضا في الجدول إذا نرقم الوحدات في خانة السنتي لتر ونتمن بالأصفر إلى حدود الميلي لتر إثنان ديسي لتر إذا إثنان نكتبها في خانة الديسي لتر ونتمن بالأصفر إلى حدود خانة الميلي لتر إذا الآن يمكننا أن نقوم بترتيب هذه القياسات من الأكبر إلى الأصغر فيظهر لنا أن أكبر واحدة هي اللتر إذا واحد لتر أكبر يليه خمسمائة خمسمائة ميلي لتر يعني خمسون سنتي لتر ثم مئتاني ميلي لتر يعني إثناني ديسي لتر وفي الأخير مئة ميلي لتر تعتبر أصغر قياس لدينا سؤال الثاني نحسب مجموع ساعات الأواني الثلاثة يعني ناني ديسي لتر خمسون سنتي لتر ومئة سنتي لتر للقيام بحساب المجموع أو الفرق أو أي عملية نقوم بالتحويل إلى أصغر وحدة بما أنه سبق وأن حولنا إلى أصغر وحدة يكفي فقط أن نقوم بعملية الجمع إذا نبدأ من الوحدات سفر سفر واحد زائد خمسة ستة زائد اثنان تمانية إذن والمجموع هو تمانمائة ميلي لتر نكتب اثنان ديسي لتر زائد خمسون سنتي لتر زائد مئة سنتي لتر تساوي تمانمائة ميلي لتر أو تساوي تمانية ديسي لتر سؤال الثالث هل تكفي ساعته الأواني الثلاث لملء قارورة ساعتها واحد لتر قبل ذلك يجب أن نقوم بالمقارنة إذا لدينا تمانمائة ميلي لتر نقارنها مع واحد لتر التي تساوي ألف ميلي لتر وبالتالي نلاحظ أن تمانمائة ميلي لتر هي أصغر من ألف ميلي لتر وبالتالي هذه الأواني لا تكفي لملء قارورة ساعتها واحد لتر السؤال الرابع كم نحتاج لملء القارورة؟ إذن مجموع هذه القارورات هو تمانمائة ميلي لتر كم نحتاج لكي نصل إلى ألف ميلي لتر؟ إذن هنا سوف نستعمل عملية الطرح وهي ألف ميلي لتر ناقص تمانمائة ميلي لتر سفر ناقص سفر تساوي سفر سفر ناقص سفر تساوي سفر إذن عشر ناقص سمانية تساوي اثنان إذن نحتاج مئتان ميلي لتر لملء القارورة وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر